موسيقى صباح الخير لكم المشاهدين اليوم نهار الخميس 24 تشرين لأول أكتوبر 2013 عالم صباح شديد وأكيد فقرات جديدة من نهار لأولا غاية ساعة واحدة بتاوئة بيروت محطاتنا عديدة ومتنوعة إنما كمان عم نتبع معكم عبر شهر تشرين لأول أكتوبر شهر المدارس كل أنواع الدراسات إن كانوا مدارس خاصة مدارس رسمية جامعات كل الأشخاص بيشتغلوا بالقطاع الأكاديمي يعطيهم ألف عافية وكل الطلاب يعطيهم ألف عافية كمان أكتر أكيد لأنه منعرف الصعوبات اللي عم بوجهوا تغييرات كثيرة عم بتصير حاليا بالمنهج الدراسية وأيضا عم نشوف كتير دخول ووصول الكمبيوتر والمعلوماتية إلى عالم الدراسي والمنهج الدراسية هذا أكيد إن شاء الله يخفف عبء كتير كبير على الطلاب إنهم يحملوا شنتهم كل يوم ويروحوا ويتعذبوا فيهم مع مجموعة كتير كبيرة من الكتب اللي منعرف للأسف الشديدة عم بتسبب لهم أو جاعة كتير بيظهروا برقبتهم وبغيرة على كل أحوال متمنى إنه تكون هاي المعلومات اللي عم بيخذوهم بالمدرسة بس تكون عم بتغزيلهم روحوا ونفسهم ويكونوا مرتاحين وبيكون عم بيكون فيه إشيات تانية عم بتصير لأنه للأسف منعرف أنه الولاد اكتساروا معينين بالأمور اللي عم بتصير بحياتنا اليومية في لبنان خاصة وبنشوفهم كتير عم يحتكوا بالأمور السياسية والأمور التافة والسخيفة لها سبب دائما نعزلوهم ما تحضروا نشط أخبار خلوني نعزلوا كليا عنها العالم الصعب خلوني يعيشوا حياتهم يعيشوا طفولتهم يعيشوا كل الإشياء الحلوة اللي منمروا فيها بالمدرسة وأيضا بالجامعة اليوم حبيت تشارك معكم بشغلة كلنا يمكن هيك منعيشها وكلنا دايما منفكر أنه شو أكتر أستاذ أو مين أكتر أستاذ أو أكتر معلمة تركوا بصمة كبيرة بحياتنا مين أكتر شخص بعدنا منتذكروا لغاية اليوم في ناس بيحببونا من المادة اللي نحنا منشتغل فيها أو بنكون عم درسة وفي ناس للأسف بيكرهونا بالمادة لأنه هني بيكونوا يمكنوا معا فين يتعاملوا معنا بس ما في شك أنه عمل الأستاذ والمعلمة هو عمل نبيل جدا وأيضا كمان كل الأشخاص يحبين تشاركوا مش بس يكونوا بالمدرسة يعني أسادزة أو معلمين يمكن يكون ناظر أو ناظرة يمكن يكون مدير أو مديرة كل الشخص بيلعب دور بحياتنا الأكاديمية بيترك بصمة كبيرة لكل حياتنا ولا مدى العمر شاركونا أكيد على الفيسبوك وبعتولوا لكل الكومنس تابعو لكم فيكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك لهو facebook.com slash عالم.الصباح أو على تويتر رخاص فينا اللي هو عالم الصباح أو أيضا على الإيميل عالمصباح.atfuture.com.lb 2A بالأول شاف معنا صباح الخير شاف صباح الخير غيدة مين أكتر أستاذ يوم علمي بعده لك معلمين براسك كتار كلهم سوا خي أنا منسيت حدا منهم على في واحد أكيد بتكونوا بتحبيه أكتر من التاني بس منسيت حدا منهم أبدا وبعدك اليوم حتى لو أنت تقدمت بحياتك بعدك بتقولي هاو دي هني كانوا الأساذي تبعو لنا فهذه شغلة كتير كبيرة هني بشوفنا حالهم فيها وبعدهم اللي يقولوني لك انتبه كنت أضربك اليوم بمدرسة أو شغلة منها فبرحب الجميع بلكم صباح الخير وصباح الخير لألك ويكون كمان نهار حلو لها الجميع إن شاء الله يا رب شادي رح نتابع أكيد بحطاتنا معكم رح ندلنا نروح لعندك إنما أكيد بداية عالم الصباح مع البريفيو وفقراتنا لليوم عالم الصباح بيتابع ملف العودة للمدارس ومشاكل التعليم بلبنان وبتبضى فقراتنا مع كارمن والأبراج بعصحة السلامة ريوة بتطرح موضوع المشاكل يلي بتأثر على تحصيل العلم للطلاب لما بتعطي نصايح لضيفتنا بيشوفي كيندا بتخبرنا عن النباتات المزيلة للتلوث بأرض ورد مستقبلكم المهنة والعاطفة مع كارمن اتصالات وإيميلات بزودياك ضيفنا بعرفنا على جهزة التصوير الفوتوغرافي العالمية الحوار اللعنفي بين الضحك والجد مع تانيا بخلينا نحكي آخر الأخبار الثقافية والفنية مع زينا بأجندة ورشة ملح مع الشف شادي على فتو تشيني مع الجيش فإزان رح لكم كمان واتشارك معكم ببعض الكومنس اللي إجوا على الفيسبوك قائد عم بيقول ضغري اللغة العربية بدون صباح الخير بدون شي ضغري إنه هيته كتير ترك فعلا انطباعة كبيرة إن كانت مدارسة أو معلم للغة العربية لأكتر شي هيئتها بعدها لهلأ الآن كتير براسه وبحبه كتير نهلة عم بتقول إنه هي ما بتنسى معلماتها أبدا للسنة الأولى ابتدائي وعم بتقول كانت تدرسنا كل المدارس لأنه ما كان فيه أطيب من قلبها ومعاملتها مع الأطفال وكمان دايما عم بتوجد لها تحيات مع العلم أنه هي هلأ اتخرجت من الجامعة يعني هيدا درستها من أكتر من عشرين سنة وبعدها لهايت اليوم ممعلقة فيها يعني فعلا عن جد أوقات أسايدز كتير بيتبعوا بذكرتنا دانا عم بتقول هي كتير بتحب كانت معلماتها الإنجليزية لأنه كانت inspiration لألا أو كانت متل وحي بالنسبة لألا وعلماتها كتير ومش بس درستهم إنما فعلا تركت انطباع كبير بحياتهم حتى بأيام الجامعة وأيضا بحياتها اليومية وعم بتقول لهم أنا بشتقلة جوزيف عم بيقول لهم هو كمان بيحب كتير معلماته الإنجليزية بس عم بيقول لأنه كانت مغرومي فيه لأنك بعضوا بيحبها لغاية اليوم ودانا عم بتقول المات وأيضا التاريخ رح نتابع محطاتنا خلينا نشوف أبراجنا 12 لليوم ومنرجع بصبحكم بالخير اليوم الخميس 24 أكتوبر 21 اليوم الأمر مرفقنا برش السرطان مش بس اليوم 3 أيام وراء بعضها رح بتكون رائعة الأبراج المائية سرطان الحوت والعقرب كيف رح بيكون هنهار عكل الأبراج منبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل فيه يمكن بعض القصص العائلية أو الشخصية أو حتى المنزلية يلي بتشغلك ومش بس اليوم رح تروح القصة لفترة 3 أيام لذلك عمول حسابيتك من هلأ وبعتبر المولود الأكثر تعبا نسبيا اليوم هو مولود شهر أدار مارس منتقل لبرش الثور بالنسبة لألك اليوم مولود برش الثور الحار كتير حلو لحتى يصير فيه حكي أخده عطى توضيح لبعض الأمور نهار جيد لحتى تبحث مع أصحابك مع أحبائك مع أقربائك وخاصة إخواتك مسألة معينة أيضا نهار جيد لحتى توضح بعض المسائل اللي كان فيها التباسات وهيكي بتتجنب المشاكل أما بالنسبة للمولود الأوفر حظا نسبيا 28 29 30 نيسان أبريل بنكمل مع برش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء الجو اليوم بيحمل يمكن فاتورة إضافية منك عمل لها حسابها بها ثلاثة أيام فيه مصاريف طارقة كمان مش عمل لهم حسابهم ويمكن يكون فيه بعض المسائل اللي أنت حابب يعني من كل قلبك بكل روح رياضية بكل رحة بتصدر أنت بتدفعها لأنه على قلبك مثل العسل وهالشي اللي علاءة بمسائل يمكن لقشري حابب أنت تهدي حالك حابب يكون فيه يمكن استثمار بمسائل لقلك هاي دي الأمور لازم تعمل لحساب بجميع الأحوال مولود برش الجوزاء انتبه لمصريتك وابعتبر الأوفر حظا 20 21 حزيران يونيو منكمل مع برش السرطان لفترة 3 أيام وورا بعدها مولود برش السرطان الأمر رح بيكون ببرشك بها 3 أيام هناك تطورات حلوة هناك انفراج هناك تطمينات بتطمن بيلك هناك نظرة مختلفة للأمور رح بتكون نظرة إيجابية أكتر من ها 30 يوم اللي ما رأوا بجميع الأحوال مولود برش السرطان إذا بدك تقرر على شيء على الأرجح بها 3 أيام يقرر يعني أنت بتقرره أو حدا بيتوصل فيك أو بيوصل لك خبر بيبطل في مساء العلقة وبالتالي هناك تقدم كتير كبير بها 3 أيام لما ولي برش السرطان ابتداءاً من اليوم والأكثر حظاً اليوم مولود حزيران بدنا نضيفها اليوم موليد 11-12-13 تموز يوليو بنكمل مع برش الأسد عفواً بالنسبة لبرش الأسد عفواً اليوم بكرة وبعد بكرة 3 أيام مزعشي ها 3 أيام تتأخر فيهم طموحاتك تطلعاتك أعمالك أفكارك حتى ما بتعطي نتيجي ما بتقدر توصل لمطرح ما بدك 3 أيام معقولة تشعر فيهم بالتعب بتراجع صحي تواعك أو يمكن حتى حداً عندك بالبيت 3 أيام مع المولود برش الأسد لا يتصلح 3 أيام لحتى أنت تغير تاخد قرار حاسم خاصة إذا سلبي بجميع الأحوال حلو هالنهار تقعد بالبيت أو بالمكتب وتبعد عن المشاكل كلياً بيبقى المولود الأكثر التعبان اليوم هو مولود شهر تموز يوليو بننتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء نهار كتير حلو بالنسبة لألك نوعية الوقت حلوة بتسليك بتفرح بتعطي انتباعات حلوة بتزيد شعبيتك بتقوى علاقتك مع الآخرين بتقدر تصحيح علاقة معينة بتعتذر عن خطأ ما مثلاً بتحس إنه الناس عم تندمج فيك وأنت عم تندمج فيها جو كتير حلو في أخذ وعطة إيجابي لمولود برش العذراء ولكن ضلك حذر جداً مولود ستة عشرين لواحد وثلاثين أب أغسطس بننتقل لبرش الميزان بالنسبة لبرش الميزان انهارك اليوم يمكن يقلك أنه ستوب عطي أفضل ما عندك انسى كل شيء إلا المطلوب منك المسئولية اليوم واضحة بالنسبة للآخرين إذا أنت مش عارف حالك هونيك المشكل بجميع الأحوال مولود برش الميزان أنا بعتبر هيدا انهار متطلب بيحمل توتر لكن أيضاً بيحمل لك نجاح وبيحمل مال وربح وبعتبر الأكثر تعباً ثلاثة أربعة وخمسة أكتوبر منكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب ما حدا قدك أول شيء الشمس ببرشك يعني أنت عم تبلي صفحة جديدة صحيح زحل ببرشك لكن على الأقل في دعم معنوي بهالثلاثة أيام لأنه السرطان أمر موجود برش السرطان برش كتير صديق لألك بالنسبة لبرش العقرب اليوم نهار فيك تتقدم بخطوة كتير كبيرة طلوب وتمنى ما في شيء صعب عليك اليوم ما في شيء مستحيل حتى منافسك وخصمك بيختفوا اليوم أو قلبك وكرر المحاولات بقوة وما تقبل بشروط أو بظروف مش على زوءك وبعتبر المولود الأوفر حظاً نسبياً 11 و 12 نوفمبر 20 التاني منكمل مع برش القوس بالنسبة لبرش القوس مر عليك يومين صعبين خاصةً مبارح اليوم صعب لكن على الأقل اليوم فيك تناور فيك تحاور فيك تسير فيك تجامل نهار يدعو إلى المجامل يدعو إلى المرونة والتعاطي مع الأمور من منظار مختلف ما فيك تفرض رأي بطلت موجود بمرحلة بتقدر تفرض فيها الرأي بدك تاخده التعاطي ما أحتمل أنك تضطر تتراجع أو تخسر شوي انتبه لمسائل صحية انتبه لصلاحية الأوراق وبعتبر الأكثر تعبان اليوم هو مولود شهر نوفمبر 20 التاني ننتقل لبرش الجدي بالنسبة لبرش الجدي اليوم الأمر موجود ببرش السرطان عم بيعاكسك خصمك اليوم أقوى منك أو على الأقل خصمك أخذ ملنص أكتر يعني منطلق قبلك وبالتالي يمكن ما تلحقه يمكن ما تقدر عليه ومش بس اليوم بكرة وبعد بكرة شو الحل مولود ببرش الجدي بدك شخص بيعرف أكتر منك بدك شخص أروأ منك بدك شخص مرن أكتر منك لأنه فرض الرأي ما رح يمشي حاله اليوم بيبقى المولود الأكثر تعبا 31 كانون الأول ديسمبر منكمل مع برش الدلو بالنسبة لبرش الدلو ما في أكتر من هالنهار في شغل مسئولية تنحط قدامك على الطاولة بدأ ثلاثة أيام لتخلص أو ثلاثة أيام شغل 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 بيخلص النهار بيخلص ثلاثة أيام ومنك مخلص شغلك منك مرتاح احتمال يكون في مسألة صحية بتتعلق فيك أو احتمال آخر إنه يكون في مسألة صحية بتعلق بأحد الوالدين بجميع الأحوال النهار متعب مرهق وطويل جدا بيبقى المولود الأقل حظا أو الأكثر تعبا هو مولود كانون الثاني يناير نوصل لآخر الأبراج برش الحوت بالنسبة لمولود برش الحوت هيدا نهار بخمسة نجوم العالمية عشرة على عشرة من أجمل الأيام من أفضل الأيام صحيا مهنيا عائليا اجتماعيا رومانسيا اليوم النهار بتتمتع فيه بأفضل الحظوظ فيه احتمال تشعر بخمول تام وما تعمل شي ماشي بترتاح كليا لأنك حاسس حالك مرتاح ومكيف لكن هيدا خطأ كبير هيك نهار فيه حظوظ كتير قوي ضروري ضروري بتتحرق وخاصة باتجاه الأعمال الصعبة لأنه هيدا نهار فيه حظوظ كبير الأكثر حظا مولود 1-2-3-9-11-11 أدار مارس مختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير حلوة معقولة تحمل لك سفر تغيير مكان إيقامي مسار دراسة جديد مختلف على الأرجح للأفضل نوفمبر تشرين التاني مارس أدار وتموز يوليو هنا أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراجي ديدي باي باي شكرا كان من المتابعين معكم وبس مهضوم قائد لأنه قلت أنه ما قال صباح الخير قال بس اللغة العربية قال لي صباح الخير أنا آسف مش مش قاسمين وما في بيناتنا مش مش قلي ما بيأثر أبدا عارفة أكيد وصل للسلام بمجرد أنه شاركتوا معنا وبمجرد أنه حسيتوا حالكم معنيين أنتوا كمان لأنه عالم الصباح مش بس لقلنا إنما كمان لقلكم كلكم كمان ظهر في كتير شعبيلة كل أساتذة اللغة الإنجليزية وخاصة المعلمات لأنه كمان في صبية تانية عم تقول غنوة أنه هي بتحب كتير معلمتها الإنجليزية كانت كتير لطيفة وكانت نغرمت ب مادة اللغة الإنجليزية بسبب هالمعلمة رورو كمان عم تقول إنجليزي لأنه كمان كانت مثل رفاقتها وكانت كتير قريبة منها وهي بعدين تخصصت قد ما حبت هالمادة تخصصت باللغة الإنجليزية أيضا في عنا ورفلية يمكن ما عم بعرف مصبوط قراءة الإسم كمان بتحب معلمة اللغة الإنجليزية وهالسبب اللي خليها بس تتكبر تتخصص باللغة الإنجليزية بالجامعة والحمد لله تخرجت هلأ فعلا منلاحظ إنه الأستاذ بيترك بصمك بتكير كبيرة على حياتنا وبيخلينا هو كمان ينتشجع لحتى نقدر نخود المجال والتخصص اللي منحبه بريكم نرجع من بعد أكيد مع عصحت السلامة خليكن معنا اشتركوا في القناة